بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هناك نعم كثيرة جدا لا نشعر بها دعوني أتأمل معكم هذه النعمة العظيمة وكيف أشار إليها القرآن العظيم نشرت مجلة US Journal Science اكتشافا جديدا خلال الشهر السابع عام 2016 لكوكب غريب يدور حول ثلاثة شموس ويقول العلماء إن حركة الكوكب معقدة جدا لدرجة أن النهار يبقى مستمرا لمئات السنين إن مدة النهار على الأرض تعد بالساعات ولكن على ذلك الكوكب يعد النهار بحدود 140 سنة أي أطول من عمر أي إنسان على وجه الأرض أما سنة ذلك الكوكب فتبلغ 550 سنة أرضية سبحان الله تأملوا أيها الأحبة لو أن الأرض كما يدعي أولئك الملحدين الذين يدعون أنها نشأت بالمصادفة لو أن طول النهار فيها 140 سنة يعني الإنسان يخلق ويموت ولا ينتهي يوم واحد أو ليس يوم هو نهار فقط يعني تبقى الشمس مشرقة 140 سنة هذه الحقيقة أشار إليها القرآن دعوني أتأمل معكم قال تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون لذلك أيها الأحبة هذه النعمة تستحق منا أن نشكر الله تعالى على نعمة أنه جعل اليوم والليل 24 ساعة بما يناسب احتياجات الإنسان ولو كان النهار سرمدا أو طويل جدا لاتطربت حياتنا ولم نعد نستطيع أن نستمتع بهذه الحياة بل ربما انقرض الجنس البشر والكائنات منذ زمن ولا نملك إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق